ومنذ تأسيس قوة دفاع البحرين لم يقتصر دورها على دفاع حدود الوطن وحمايته بل امتد ليسجل مواقف مشرفة على المستوى الدولي في واجبات حفظ الأمن والسلام الدوليين وقد شاركت قوة دفاع البحرين مؤخرا ضمن التحالف العربية الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة لعادة الشرعية اليمنية والتي لا تزال مشاركتها قائمة حتى الآن ضمن عملية إعادة الأمل قوة دفاع البحرين حفرت في صخرة التاريخ العربي والدولي مواقف مشهودة في الدفاع عن كرامة وأمن وعروبة الدول العربية الشقيقة فإذا استعرت الحاجة للدفاع وشبت ضرامها ليس لقوة دفاع البحرين سوى أن تلبي بفيض بسالتها التي لا تعرف ضعفا ولا فتورا ولا ترددا وسنحفظ هذا التحرير الذي قام به أشقاء لنا حرب تحرير الكويت في عام 1991 لعلها أول شاهد على بسالة قوة الدفاع حيث كانت البحرين من أوائل الدول التي قدمت الدعم والمساندة لإخوانها في الكويت الشقيقة وقد حظيت مشاركتها من الثناء الشيء الكثير ولا تقتصر مشاركتها على حدود الخليج العربي فهي تسجل حضورها في واجبات حفظ الأمن والسلام الدوليين ولعل أبرزها المشاركة ضمن التحالف الدولي للقضاء على تنظيم داعش الإرهابي وكان سلاحها الجوي من أول المشاركين في دك معاقل هذا التنظيم هذا قسمنا سيدي قلنا في يوم جميل ما نخذله لا في السماء لا للبر أو حتى البحر واليوم صغنا يا سيدي باسم الوطن أصدق دليل ولأن قوة الدفاع لها في البحر صبحا نستذكر مشاركتها في حماية العالم من خطر القرصنة على سواحل وبحار القرن الأفريقي وذلك ضمن قوة الواجب والتي تنطوي تحت مظلة الأمم المتحدة وفي السادس والعشرين من شهر مارس العام الماضي دخلت قوة دفاع البحرين في تحالف الحزم بقيادة المملكة العربية السعودية لعادة الشرعية اليمنية وإحقاق الحق للشعب اليمني وأدخلت قواتها برا وبحرا وجوا وأرسلت قوات الواجب على الحدود وفي العمق اليمني لتحرير أرضه من الميليشيات المتمردة ولا تزال حتى الآن إذن فإن التاريخ لا تزال أقلامه على صحائفه تدون مواقف قوة دفاع البحرين البطولية ووقوفها بقوة وحزم أمام التحديات التي تحاكل المنطقة ولتضحيات شهداء الواجب المقدس حيز واسع من التدوين بسام لبدوي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر